بعد أن تعرض لحادث مرور خطير تسبب له في شلل جزئي أجمع الأطباء على ضرورة تحويله إلى مستشفى تزويزو لإجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقاري فكانت مساعدة طيران التاصلي وصونة راك في الموعد جبدتني شوية جهت لقرش والفراز الزوجة جهت لأدروات خممت أني كنت نهز وجهت لأدروات نهز الفراز الشاعي تكون الخصائر المادية وبشارية دار حادث مرور إصابة في العمود الفقاري لازم يوصل إلى وجهة الاستعجال للشمال أو مدينة المستشفى الجميعية تأتيزي وزو الإجلاء الجوي للمرضى هو بعد أن كان مطلبا لسكان المناطق الجنوبية والأطقم الطبية أصبح واقعا جسدته شركة طيران التاصلي وصونة راك بعد نقل حالة مستعجلة الأسبوع الماضي إلى مستشفيات وهران والعاصمة حاليا شركة طيران التاصلي الشركة الوحيدة على المستوى الوطني التي تقوم في خضم برنامج استثنائي بنقل عمال مناوبة مجمع صونة راك وكذلك الشركة الطرعية والتي تلبي كل مرة بالإجابة مثل هكذا طلبات فيما يخص الإجلاء الصحي الشركة تتكفل بنقل هذا المريض من عين مناس إلى الجزائر العاصمة عبر الرحلة المبرمجة للشركة من خلال هذا السلوك الشركة تؤكد مرة أخرى بأنها واقفة وسوف تقف دائما إلى جانب السكان المنطقة كما تعمل شركة صونة راك وطيران التاصلي على تفادي انتشار فيروس كورونا من خلال إجراءات احترازية وقاية للعمال والمرضى على حد سواء